دين التبسل والحيوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون كل عام وحضراتكم بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وأن يعيننا على صيام نهار رمضان وعلى قيام ليله اللهم أمين أولا أيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا شهداء الوطن ونعزي أنفسنا ونعزي شعب مصر الأبي في هذا الحادث الأليم الذي مات فيه شباب من خيرة جنودنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده في الصالحين وأن يرحم شهداءنا وأن يشفي مرضانا وأن يصبر ذويهم وأن ينتقم ممن سفك دماءهم اللهم آمين في هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك وفي هذه الأيام التي تتضاعف فيها الحسنات وتكسر فيها الحسنات ويبحث الإنسان المسلم عن العبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وعندما يطرق إلى الآذان مصطلح وكلمة عبادة يتبادر إلى الذهن دائما الصلاة والصيام وصلة الأرحام وبر الوالدين وقراءة القرآن وغير ذلك من هذه العبادات التي هي عظيمة القدر ولها مكانة عند الله سبحانه وتعالى ولكن مع عظيم هذه الأعمال وهذه العبادات إلا أن هناك عبادة خفية يغفل عنها كثير من الناس ألا وهي عبادة جبر الخواطر هذه العبادة تدل على صفاء نفس الإنسان منا في كل أوقاته يبحث إلى هذه العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل ولكنه قد يغفل عن هذه العبادة العظيمة عبادة جبر الخواطر ومما يعطي هذا المصطلح كلمة جبر جمالا وروعة أنه مأخوذ من أسماء الله سبحانه وتعالى فكلمة جبر مأخوذة من اسم الله عز وجل الجبار والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة وبهذا الإسم لأنه يجبر خاطر عباده فيجبر خاطر الفقير ويجبر خاطر المريض ويجبر خاطر كل إنسان مصاب محتاج إلى رحمة الله عز وجل فالله عز وجل من كثرة جبره لخواطر عباده سمى نفسه الجبار ولذلك نحن في كل لحظة عندما نبحث في ديننا ونفتش عن جمال هذا الدين العظيم وعن عظمة هذا الدين الحنيف نجد أن في هذه العبادة وهي عبادة من أجل وأفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لذلك يقول الإمام سفيان الثوري ما رأيت عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله أو يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل مثل جبر خاطره لأخيه المسلم الله الله ما أعظم هذه العبادة وما أجمل هذه العبادة تدل على صفاء نفس وعلى اطمئنان قلب تقرب وتجعل بين المسلمين الرأفة وتجعل بين العباد الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على عباده جبر الخواطر عبادة جليلة وعبادة عظيمة عندما أسس لها القرآن العظيم فعندما نتلو قول الله عز وجل في سورة يوسف إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة هذه قصة مشهورة معروفة عند الناس لما ذهب إخوة يوسف عليه السلام وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قال الله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هذا إنسان مظلوم يحتاج إلى من يصبره فأوحى الله عز وجل إليه بهذا القول ليثبت فؤاد يوسف عليه السلام نبينا صلى الله وسلامه عليه لما خرج من مكة البلد التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها وترعرع فيها ونزل عليه فيها الوحي وكانت بداية النبي صلى الله عليه وسلم ممطلق كلمة التوحيد من هذا البلد التي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه للأسف خرج صلى الله عليه وسلم مطاردا فكان صلى الله وسلم عليه حزين أشد الحزن وبينما هو صلى الله عليه وسلم في طريقه إذ ينزل عليه جبريل الله إذ ينزل عليه جبريل ليضمض جراح النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاده وقلبه بقرآن يتلى فيه تأكيد وقسم من الله عز وجل أنك يا محمد سترجع وستعود منتصرا فاتحا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الذي أرسلك للناس رسولا وأنزل عليك القرآن يعدك بأنك سترجع لرادك إلى معاد ولكنك عندما ترجع سترجع منتصرا منشرح الصدر لا تحزن يا محمد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فهذا هو جبر خاطر المولى سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما نتعامل مع الناس نجد المهموم ونجد الحزين ونجد المصاب ونجد من أتت عليه الدنيا ونجد من يشتك الفقر ومن يبحث عن الدواء ومن 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 ولا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة وأن يرفع البلاء عن مصرنا الحبيبة وعن المسلمين في كل مكان وعن العالم أجمع في هذا الوقت كثير من الشباب وكثير من الناس ترك عمله كثير من الناس يبحث عن لقمة عيش كثير من الناس لا يجد طعاما ولا يجد مأوى فعندما نتعامل مع هؤلاء الناس ماذا يحتاجون قد يحتاجون إلى المال ولكننا لا نستطيع أن نكون معهم كما يريدون لا نستطيع أن نقدم لهم المعونة وأن نقدم لهم المساعدة التي يحتاجون إليها فكيف نجبر خاطرهم وكيف نضمد جراحهم وكيف نخفف آلامهم وكيف نخفف عنهم ما هم فيه من كثرة الأوبئة ومن كثرة الأمراض ومن كثرة الفقر ومن كثرة الشكوى لذلك عندما ننظر إلى كتاب ربنا جل وعلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم جابرا خاطره فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله الله سبحانه وتعالى يحث نبيه صلى الله عليه وسلم ويحث الأمة المحمدية بأثرها وكل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقهر اليتيم ولا ينهر السائل يا محمد كنت يتيما فآواك الله الإنسان منا قد يموت في وقت من الأوقات وعنده أولاد فماذا وكيف يريد أن يتعامل الناس مع أولاد أنا وأنت وكثير من الناس كل من يشاهد الناس جميعا نريد كيف يتعامل الناس نريد أن نعلم كيف يتعامل الناس مع أولادنا الأيتام بعد موتنا هل يؤسون عليهم هل يعاملونهم معاملة طيبة هل يمسحون على رؤوسهم هل يخففون آلامهم إذا كنت تريد ذلك فعليك أن تفعل ذلك فالجزاء من جنس العمل فأما اليتيم فلتقر لا تنهر سائلا يحتاج إليك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة جبره لخواطر الناس ما رد صلى الله عليه وسلم سائلا قط ما رد صلى الله عليه وسلم سائلا قط قد يحتاج منك الإنسان إلى مساعدة ولكنك لا تريد لا تستطيع أن تقدم له هذه المساعدة إزاي واحد محتاج لمال بس أنت مش قادر تساعده تعمل إيه تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نطوف حول سنة النبي العطرة المباركة المشرفة لنتعلم منها كيف كان يتعامل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مع هؤلاء الصحابة ومع هؤلاء الناس الذين يمدون يد المساعدة ويطلبون يد المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في غير وقت الصلاة يدخل المسجد في غير وقت الصلاة فيجد رجلا من الأنصار يسمى أبا أمامة يدعى أبا أمامة فيجده النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مكسورا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ما أتى بك إلى المسجد في غير وقت الصلاة فقال يا رسول الله هموم ودين علي هموم أرهقته وأحزنته وجعلته يجلس في هذا المسجد حتى يأتي له المولى عز وجل بالبشر من النبي صلى الله عليه وسلم يضمد جراحه ويخفف آلامه ويدله كيف يأخذ بالأسباب يدله على ما يذهب همه ويقضي دينه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع النبي أن يعطيه المال ولو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم المال لقضى الدين عن هذا الرجل وكان ساعده النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله وسلامه عليه ولكنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هلا أدلك على شيء دعاء كلمات يرقق بها النبي صلى الله عليه وسلم قلب هذا المسكين الذي يحتاج إلى من يضمد جراحه ويخفف آلامه ألا أدلك على دعاء إذا قلته في الصباح وفي المساء أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ويجبر خاطره صلى الله عليه وسلم يقول فحفظت على هذه الكلمات التي علمني إياها النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب الله همي وقضى عني ديني كثير من الناس يحتاج منك إلى كلمة فلابد أيها الأحبة أن ننقي كلامنا نذكر الناس بالصبر الجميل نذكرهم بأن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا نذكرهم بأن خزائن الله عز وجل لا تنفذ بأن الابتلاء وبأن الاختبار من الله سبحانه وتعالى من من الله عز وجل لنا الاختبار والابتلاء من الله سبحانه وتعالى الذي قد يظنه البعض منا أنه من بعده عن الله عز وجل أو أنه من غضب الله عز وجل عليه قد يكون رحمة فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه يقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء يبرح بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فهذا الإنسان المبتلى وهذا الإنسان المصاب علينا أن نذكره وأن نواسيه لذلك عندما ننظر إلى الشريعة الغراء وإلى دين الإسلامي الحنيف نجد أن الله سبحانه وتعالى ونجد أن هذا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شرعت لنا العزاء لماذا تأسية لأهل الميت فالذي فقد صديقا أو الذي فقد ولدا أو الذي فقد والدا أو الذي فقد أما أو الذي فقد أخا قلبه منكسر يحتاج إلى من يطيب خاطره وإلى من يضمد جراحه فلنذهب نعزيه ونواسيه وهبهذا جاء شرعنا الحنيف الفقراء واليتام والمساكين يحتاجون إلى من يضمد جراحهم وإلى من يطيب خاطرهم فلذلك قال ربنا عز وجل في حال القسمة وإذا حضر القسمة أولي القرباء واليتام والمساكين فارزقوهم منه وأكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ابن الخالة وابن العمة واليتيم والمسكين هذا ليس له من الورث نصيب ولكن الله عز وجل أراد أن يجبر خاطره أراد الله سبحانه وتعالى أن يطيب نفسه وقلبه فقال وإذا حضر القسمة أولي القرباء واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نبيه صلى الله وسلم وعليه ضرب لنا أروع الأمثلة في جبر الخواطر كيف ذلك معالم الكلمة الفونية أم أحمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم حدثت أنا كنت حامل وحامل إذن وأنا دلوقتي لسه أنا عادتش فترة للأربعين أصوم ولا ما يفعش أصوم غير بعد ما يعاد مدد للأربعين لا ليس شرطا عندما ينقطع الدم تصومين بإذن الله سبحانه وتعالى أول ما ينقطع الدم تبدأ الصيام مباشرة بإذن الله طيب مشي بضلت الشيخ معلشي السؤال التاني بعد إذن حضرت اتفضلي اتفضلي انا كنت أين نذر ودلوقتي أنا مش عارفة وفين هل لي قصر؟ اتفضلي اسمع هل لي قصر النذر ده لي قصر؟ ولا ما ينفعش لي قصر غير إنه لازم توفي بس أنا دلوقتي عاجزة أن أنا وفين إن تيسرت لك الأمور ويسر الله عز وجل لك وفتح الله سبحانه وتعالى لك وقدرت أنك توفي بالنذر فبها ونعمة إلا فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى معنا أستاذ أحمد أهلا وسهلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الصلاة وعلى الطريق المستقيم طبعا عليه أن يقضي ما فاته من صلاة يعني يحاول في كل صلاة يصلي مع بعض الصلوات ويصلي ما تيسر له ما استطال على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يكفر عن سيئاته وأن يجعله يعني في ملزان حسناته بإذن الله سبحانه وتعالى في مكان دخل التاني ولا نكمل إن شاء الله طيب فقلنا أيها الأحبة أن جبر الخواطري كان من ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ومما علمنا إياه صلوات الله وسلامه عليه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمزحون ومعلوم أن الصحابة كانوا لا يمزحون إلا بحق فكانوا إذا جلسوا وكان في مزاحهم أنهم يتفخرون في بعض الأوقات فهذا يقول أنا ابن فلان وهذا يقول أنا عمي فلان وهذا يقول جدي فلان وهذا يقول أنا من عائلة فلان ومن قبيلة فلان وبينما الصحابة كذلك إذ كان معهم سلمان الفارسي أم أحمد أم حسين مكالمة الفارسي أهلا وسهلا أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا أهلا وسهلا نحييكم الله وحضرتك بالصحة والسلام يا رب أنا كنت عايزة على فوائد البنك لا صح أنا عندي مبلغ خطة في البنك وباخد منه يعني كل شهر فعايزة أدى يعني خرام ولا إيه والله هذه مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم يعني بعضهم يرى بأنه يعني هذه الفائدة وبعضهم يرى كدر الإفتاء المصرية يرون أنه لا بأس بإذن الله سبحانه وتعالى ويعني كل معه دليل بإذن الله أهلا عافوة تعالى فنبينا صلوات الله وسلامه عليه لما رأى سلمان الفارسي وليس من مكة وهو جالس مع الصحابة وهم يتفاخرون فيما بينهم ويمزحون يعني فظن سلمان أن هذا على الحقيقة فوجده النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا فقال ألو معنا مكلمة الفنية ألو ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا حياتكم الله يا المسألة اتفضل الله يحفظك يا رب عندي بس ور بس بعد يزنك يكون ترضي عليك اتفضل تحت أمر حضرتك أنا أمطلق زوءا ويأني سأشوفوا لذا بس أنا أعلم من هنا أنا ورعوا لها يعني الله سبحانه وتعالى قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني فلا ينبغي للزوج أن يعامل زوجته إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان بعض الطلاق يعني فرؤية الأولاد هذا حق مشروع لها فليس يعني ما يمنع من ذلك ولحتى وإن كان ذلك على هوى الأهل فأنت ترضي الله سبحانه وتعالى لا ترضي أهلك على معصية الله عز وجل فلابد للزوجة أن ترى أولادها وهذا حقها وهذا مشروع لها بالكتاب والسنة مكالمة الفونية أستاذ زينب أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي مرحبا حياتكم الله أهلا وسهلا بقول لأ حقصة حاجة يا شيخ دلوقتي أنا نسايبي جزء متوفي وليه ورث أنا لحد النهاردة وما يبقى له مدة مش عايزين يدوني ورثي قال مش عارفة يعني أعمل معهم يعني أنا عملته محامي ووكلته محامي وبردك المحامي أقول له حذر بعد ما خلصت معهم وخلص لقيته هو أصلا مش مزبوط لغير توكيله من ناحيته ومساعدين الدنيا ورثي لحد دلوقتي وفي حاجة كمان هقول لك عليها أنا الآن سيسكنة لي يا صاحب بيت يعني بص أزيت الدنيا كله تحطت فيه في المؤذية بأزينة عايزة الله عني من البيت أعمل إيها أنا دلوقتي وأنا مش معاي عيال ولا مخالبة وإحنا بقى أنا مدة طويلة ستفنين في البيت من ستة وخمسين نعم وبقول كلام مش عايزة أقول لحضرتك يعني من أحد الأزية أزية أزية يعني يعني مش عايزة أقول لك إيه اللي بيحصل منه نعم بيزي الناس بكل أعمال وكل زرد وكل حاجة يعني أتعمل إزال معهم أعمل إزال معهم رغم أنني سبحان الله أنا مش عايزة أقول لحضرتك الخير اللي أنا بعمله دي أو أهله أو بلاده ربنا اللي أنا بعمله معهم إيه كل خير حاضر طيب مش عايزة أعمل إيه رغمت عليها حضرتك انتظر الإجابة حاضر سأجيبك بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإجابة عن السؤال الأول فطبعا ورثك ورث زوجك هذا حق لك مشروع بالكتاب والسنة وعليك أن تأخذيه يعني ممكن تقدمي حد من أهل الفضل ومن أهل الخير له السمع والطاعة وله مكانة يعني ممكن هو يدخل ويحل المشكلة ويجيب لك حقك من أهل زوجك يا إما أنت الجائي للقضاء وهذا حقك ما فيش أي مشكلة طبعا كان حقا على الورثة إنه هو أول ما مات الميت وترك هذا الورث لا بد أنه كان يوزع بما يرضي الله سبحانه وتعالى فإذا هم تأخروا في ذلك فعليك أن كما أشرت حاجة من الاثنين يا إما تقدمي أهل النصح وأهل الطاعة إنهم يجيبوا لك حقك وإلا فعليك أنت الجائي بالقضاء وإن كان طبعا المحامل اللي أنت جربتيه كان يعني ليس أهل الله فممكن تبحث إن شاء الله تدور على محمدان يكون أهل الثقة ويتقى الله سبحانه وتعالى ويرجع لك حقك أما بالنسبة للشق الثاني أو السؤال الثاني بالنسبة للرجل الذي تستأجرين عنده فأنت الخير الذي تقدمينه له ولأهله هذا لله سبحانه وتعالى فعليك أن تتقى الله عز وجل في معاملتك له وفي معاملتك لغيره فإذا كنت مضطرة إلى أن تبحثي عن مكان آخر فطبعا ده يكون أرجى وأفضل وأحسن يعني حتى تبتعد عن ما يبديه لك من قبح ومن كلام لا يرضيك فالأفضل والأولى يعني أنك تبحث في مكان تاني وتسكن بعيدا عنه في مكان يكون مأوليك وفي نفس الوقت يعني تجدي سترك فيه بالإذن الله سبحانه وتعالى مكلمات تانية إن شاء الله ولا نكمل طيب نكمل قلنا إن سيدنا سلمان الفارسي كان جالسا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينزحون ويتفخرون بأنسابهم وسيدنا سلمان ليس له أهل وليس له عشيرة في هذا المكان فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا بين الصحابة قال سلمان منا آل البيت فهذه مكانة وهذا شرف عظيم لسيدنا سلمان رضي الله عنه وكذلك تعامل الصحابة ردوان الله عليهم مع هذا الصحابي الجليل بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم له من مكانة وبجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بل تعجبون أيها المشاهدون الكرام كل العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة وما كان مشغولا به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن الدعوة إلى الله عز وجل إلا معنا اتصال أهلاً وسهلاً أهلاً بك سي يا مرحباً اتفضل لي أنا عندي السكر وبصلي وأنا قعد شفاياكم الله وعفاكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يعني أشفيكم وجميع مرضى المسلمين يا رب فأنا يعني كده علي زم ما بتقدريش تقومي لا بصراحة ما بجي قوم بحث اللي أنا بديخة كده هقع فبصلي وأنا قعد لا حرج عليك إن شاء الله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا كنت لا تستطيعين القيام فعليك أن تصلي جالسة ولا تترك الصلاة صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يشفيك يا رب فنبينا صلى الله عليه وسلم مع انشغاله معنا التصال تاني أهلاً وسهلاً اتصال آخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا شايف يا أهل وسلم ومرحباً حياك الله أنا مريد أنا مريد كلا بتغسل كلا بتغسل كلا؟ أيوة شفاك الله وعفاك يا رب هل يمتعصيهم ولا ما الطبيب الطبيب الذي يعالجك هو الذي يدلك يعني هل قالت صوم اليوم اللي تغسل فيه ما يمتعكش سياره تمام خلاص إذا نسمع لنصائح الطبيب نسمع لنصائح الطبيب هو يعني أعلم بحالتك فإذا نصحك الطبيب المسلم التقي بالإفطار فعليك أن تفطر وإن استطعت أن تصوم بعد ذلك إن شاء الله وتعالى بعد أن يشفيك الله ويعافيك فيبقى عليك الأيام دي تصومها فيما بعد إن شاء الله بإذن الله وإلا فيبقى عليك الكفارة يعني ولا حرج عليك سأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب فيه اتصال آخر اتصال آخر ألو اتفضل يعني ما دمزل لكلمتك الوقت يعني ما سألني يا فبنم اتفضلي حضرتك بتقولي أن أنا أمش وأروح وأسببك تماشي أنا أروح في إذا كان أنا أمكانياتي ما سمعش أن أنا أروح أجر الشقة بره دلوقتي وإحنا دينسة أتنين فيها من 56 تمام يبقى ما فيش مشكلة أنك تتعايش في المكان ولكن يعني بحذر تاخد حذرك أتمن لحول الحبك أنا عايشة بحذر جدا جدا فهو ما تستوث طالما أخذ قاعدة في المكان طالما مش متاسم انك تتنقل وتروح وتعودي في مكان تاني بقى خلاص وتعودي في المكان اللي أنت فيه وتصبري وتحتاسبي أنا أفل عليها بابي من ناحيتهم بس خلاص خلاص يبقى أنت ما عليك شيء يعني أنت هتعملي أكتر من كده إيه اللي بإيديك تعمليه ما عملتهوش والله والله أنا ما بكتب عليك أستيامي أنا بتعمل معاهم يعني ما فيش جرب تامي تعامز ما أنا بتعمل معهم ربنا يجعلوش من جانب حسناتك نعم 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 وإحنا لسه بنتكلم في جبر الخواطر يعني هو ده موضوع حلقتنا العبادة الجميلة الجليلة التي يغفل عنها كثير من الناس جبر الخواطر نحن نقبر يعني خطر بعضنا بعض خطر جيرانا خطر أريبنا خطر الناس الأريبة مننا الناس جميعا في كل الأوقات يعني بس فربنا سبحانه وتعالى يجبر خطرك ويصبرك واحتسبك ولك الأجل إن شاء الله سبحانه وتعالى مكالمة أخرى أهلنا سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا أهلنا سهلا لو سمحت يا شيخ أنا والدى بقى لي 3 شهور وخدت وسيلة منه الحمد بس فيه دم بينزل هل يقول لي يا سيوم؟ والله الدم ده دم إيه بالضبط هل دم يعني حيد؟ من الوسيلة الدكتور قالت لي ده من الوسيلة لغبطة هرمونات لا يبدأ إن شاء الله ما فيش مشكلة فيه وتصيم بإذن الله سبحانه وتعالى من شارك شكرا العفو إذا كنت داخل نكمل ولا هناك اتصال آخر معنا اتصال آخر أهلنا سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحلق صحيح وحضرتك والعسرة والمسلمين جميعا بكل خير يا رب أمين يا عبدالعلم لو سمحتنا عايز بأسأل هل الحوان المسكينة مصفرة من رمضان؟ الحوان المسكينة؟ لا ما فيش مشكلة إن شاء الله وتعالى طيب معلش أنا من سنتين كده كنت في وضع بنتي فأفترت شهر رمضان مع أن دم النخيس كان متوقف تمام فحكم كده كده يعني إيه قصومه ولا فيه كفرة ممكن يعني أنت كنت صايمة ولا أفترت في النهار رمضان؟ لا أنا أفترت شهر رمضان كنت لسه طال عن الوضع كان بنتي عندها أسبوع كده كان عندها أسبوع في أول رمضان صح كده؟ وما كانش الدم لسه انقطع وما كانش الدم لسه انقطع لا كانوا انقطع كان الدم انقطع وأفترت ليه؟ إيه سبب الإفتار؟ يعني أنا مكنت جي أدري على الصيوم وكان اللبن ضعيف خالص تمام لا ما فيش مشكلة يا بني إن شاء الله يعني عليك القضاء بس طيب بإذن الله تعالى إن شاء الله بخير وحدك بالصحة والسلام يا ربي أزاكم الله خير أستاذ محمود أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل السلام عليكم بقولك بقولك يا شيخ أنا ما بصلي حاولت اسمعني حاولت اسمعني من التليفون بلاش التليفزيون وبركاته انت بتصلي بس يكون في الشغل وبتجمع الصلاة كلها في وقت واحد لا يا محمود لا يا محمود إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا لابد أن تؤدي الصلاة في وقتها يعني تؤدي الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب في وقت المغرب كل وقت له أذان وله كل صلاة لها وقت معلوم ونبقى تصليها في الوقت بتاعها منفحش تجمع الصلاة يا محمود ماشي حافظ على الصلاة في أوقاتي يا محمود جزاك الله خيرا منك في اتصال آخر ولا نكمل أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابتك يا شيخ ازرناك اسمعنا من التلفون اسمعنا من التلفون ووقت التلفزيون عشان نسمع كويس اتفضل دلوقتي قد انا زوجتي ناشز على ايجا تمام اعمل فيه ايه ناشز عليك تمام وطلبها وطلقها وحش طلبها وحش وطلقها وحش وكذا مرة اهلي يقولولي مشوها ويخيبها ده اتبش هو ساختها بقلة ادبها بكلام الفاردة وانت ايه رأيك وانا صبر عليها عشان خاطر لله عشان خاطر الاولاد الثغيرين ربنا يجعل في مزان حسناتك طبعا صبرك واحتسابك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى باذن الله ولكن عليها ان تذكرها بالله سبحانه وتعالى دائما وان تتقل لها عز وجل يعني دائما ذكر كده بتقوى الله سبحانه وتعالى ذكرها بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وكيف كان يتعامل السلف لو انت تعف تقرأ او انك تبحث او انك تسمعها يعني لأهل العلم اهل الفضل من المشايخ الأجلاء الذين يعني دايما يتكلمون أو يحثون الزوجات على طاعة الأزواج نعم والله يا محمود لابد يعني أن تبحث عن الحلول لازم حضارك تدور لازم يبقى في حل وفي مدخل لها يعني حاول تبحث كلمها أولا بالنصح وبالتذكير ممكن تكلم حد من أهلها يعني تثق فيه لو أبوها موجود أمها موجودة ممكن تكون أقرب لها تذكرها وتنصحها يعني بطاعة الله عز وجل وبالطاعة لك يعني ودائما أدعو الله عز وجل لها ولا سيامة في الأوقات التي يستجب فيها الدعاء يعني دائما تخير أوقات الدعاء كده ودعو كده ربنا سبحانه وتعالى وانتساجد إن ربنا عز وجل يهديها وأن يرشدها إلى الطريق الصحيح وأن يجعلها مطيعة لك فيما يرد الله سبحانه وتعالى حثها على الصلاة وعلى الذكر وعلى قراءة القرآن على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني ستلينه لك بإذن الله عز وجل سأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملكم يعني وأن يهديها إلى الطريق المستقيم اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معز وجل حموز الكشيخ تفضلي أنا بس كنت عايزة أسأل الكفرة اللي هي الشهرين السيوم نعم ديت أصومها إزاي وأنا بيجيني الدورة يعني إيه سبب الكفرة يعني معاشها زوجية في أيام رمضان في أيام رمضان تمام فطرع لا لا ما فيش مشكلة في انقطاعي في دورة الفترة الدورة يعني لا حرج عليك هتصومي فيما بعد وتكملي بإذن الله سبحانه وتعالى أكمل شهرين بعد الدورة عادي بعد الدورة عادي ما فيش مشكلة أنه ده عذر مباح لك إذا كان هذا مباح في الإفطار له في نهار رمضان في صومة رمضان فمن باب أولى أن يكون في غير رمضان اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بارك الله فيك يا شريخ في القناة والعملين عليها وفيكم بارك يا رب وجزاكم الله كل خير وكل عامين وأنتم بخير أنت بخير وصحة وعافية الله يكلم شيخنا هو أنا كان عندي مسكني كان يبارا عن شقة أنا بات الشقة دي وفلسة شلتها الحد من يشتري مسكن آخر يعني أو يتصر للأمر ونتصرف في مسكن آخر وسكن حاليا بالإيجار تمام هذا المال هل عليهم ذكات مال ولا معلوش طيب سؤال آخر أو أنه هو ده السؤال هو ده السؤال حضرك أنا كنت قرأت في كتاب برضو نعم معي يا شيخ مع حضرك أسمعك تفضل كنت قرأت في كتاب كده يعني مش هارت نذكر اسمه ولا إيه تفضل إن المية بيع المية حرام يعني أخلص منه كده إن بيع المية حرام نسمع رأي حضرتك لو سمحت هذا طيب حاضر أجيبك بإذن الله سبحانه وتعالي اتصال تلفوني آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب أنا عم الشيخ يا أهلا وسهلا ينفع ينفع مثلا واحد بيتون في رمضان طيب تاني عشان أسمعه كويس ينفع إيه واحد بيتون في رمضان واحد بيتون في رمضان صيامه مقبول صيامه مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن عليه وزره وعليه طبعا أنه يؤدي الصلاة لأن كده صيامه يعني صحيح صيامه صحيح لأنه ليس شرطا في الصيام الصلاة ولكن يعني طبعا ينقصه أجر الصلاة وعليه أن يؤدي الصلاة في أوقاتها يعني حتى لا يتحمل وزره تركه للصلاة ولكن صيامه صحيح بإذن الله أخونا كان بيسأل عنده مبلغ من المال كان ده بتاع الشقة وهو باع الشقة وخاد المبلغ من المال وركنه بحيث أنه هو يعني يجمع عليه مبلغ آخر من المال ويشتري الشقة طبعا في شروط زكاة المال أن تبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول وأن تكون زيادة عن حاجة الإنسان فهو في حاجة إلى هذا المال فلا زكاة عليه بإذن الله سبحانه وتعالى لأنه هو يعني في حاجة إلى هذا المال إذا كان هذا المال زائدا فعليه طبعا أنه يعطي زكاة المال عليه أن يطلع زكاة المال ولكنه في حاجة إلى هذا المال وليس زائدا عن حاجاته الأصليين والله أعلم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في جبر الخواطر هذه العبادة طيب بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة جبر الخواطر نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك أحدا إلا جبر خاطرة حتى الغلام الصغير سيدنا أنس رضي الله عنه فيما رواه أصحاب السنن وأبو داود واللفظ له من حديث أنس أنه قال كان لي أخ يكن أبا عمير فكان أبو عمير هذا عنده نغر يعني عصفور صغير عصفور صغير جدا بيلعب به فلما مات هذا العصفور ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعزي هذا الطفل الصغير فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ماذا فعل النغير فقال بالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وهم هذا الطفل وهذا الغلام إلى فرح وإلى سرور وهذا ما نحتاج إليه أيها الأحبة مع أولادنا مع زوجاتنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يرتعد فؤاد صلى الله عليه وسلم فيدخل على السيدة خديجة فتقول له ماذا بك فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث فتقول له السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لتكون قدوة للمسلمات ولتكون قدوة للنساء أجمع تقول له وتضمد جراحه وتخفف آلامه يا رسول الله إن الله لا يخزيك أبدا يا رسول الله لا تحزن إنك لا تصل الرحم وتعدم ويعني تبين له مكانته هذا وصل اللهم وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطرنا وأن يعيدا لينا وعليكم هذه الأيام الطيبات بالخير واليمن والبركات وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته